الحمد لله الذي منع علينا بهذه الأمطار وهذا الخير المبارك كيف يكون شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم المباركة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله نفتتح هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الخلل والزلل اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ما ليس لنا به علم ولا حق أنت ولينا وأنت مولانا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطانا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وجنبناه سبحانك ربنا لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الإجابة على هذا السؤال أولا نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم علينا به من هذه الخيرات العظيمة ومنها هذه الأمطار التي والحمد لله كادت تعم البلاد عن المملكة العربية السعودية من البحر الأحمر إلى الخليج العربي والحمد لله وكلها والحمد لله أمطار متتابعة ودافقة رافقة والحمد لله على ما أنعم به علينا من هذه النعم العظيمة وإن شاء الله تعالى سيتلو ذلك من الربيع ومن ظهور زينة الأرض من نباتها وزهورها وأشجارها وجميع ما يتعلق بأسباب الراحة والطمأنينة وليء انشراح الخاطر بذلك وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نشكر وأن نحمده على ما أنعم به علينا من هذه النعم العظيمة ومن أهم هذه النعم أولا أن جعلنا مسلمين فنحن حينما ننظر إلى شرائح المجتمع الإنساني ونقارن بينه وبين ما نحن فيه في أننا اتجهنا إلى حكيم حميد على كل شيء قدير رب السماوات والأرض يقول لشيء كن فيكون بينما الآخرون يتعلقون بأحجار وأشجار ونحو ذلك فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن من علينا بالإسلام الحمد لله الذي حدانا وما كنا نهتدي لولا أن هدان الله ثم إننا سبحان ربنا ونحمده ونشكره من علينا بالأمن من علينا بالرخى من علينا بالاستقرار من علينا بولاية والحمد لله تتلمس ما يسعد به ما تسعد به رعيتها والحمد لله ونحن الآن حينما ننظر إلى ما كانت بلادنا بين العالم ونقارن بينها وبين ما كانت قبل ذلك نجد فرقا عظيم نشكر الله سبحانه وتعالى على أن من علينا بهذه الولاية العاملة الناصحة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم وأن يرجقنا شكر نعمته وأن يجعلنا سامعين مطيعين شاكرين لرب العالمين إنه ولي ذلك وهو القادر عليه وإن تعدوا نعمة الله لا تعصوها لا إن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم إن عذابي لشديد فعلينا أن نعلم بأن هذه النعم المتتابعة ليس لها رب ولا منعم ولا مصدر لها غير الله غير الله سبحانه وتعالى نسأل الله التوفيق والسداد والله مستعان